اشتركوا في القناة 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 تظهر شوي شوي على الابراج فمنلاحظ انه جميعنا منلعب انه بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منذمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء الى التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية عنا زاويتين اليوم الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج اما بتوقيت الاردن الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة بعد العصر هاي الزاوية تأثيراتها من الصباح بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديث ايجابية برضو بين القمر وبين اورانوس وهي راح تكون فيه تمام الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني الساعة وحدة وخمسة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل تصير اوجها لهاي الزاوية فهي تأثيراتها بتبلش تقريبا من ساعات الضحى او ساعات الظهر تأثير الزاوية هاي انها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة لخلو المسار القادم بما ان القمر موجود في الحوت خلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين عشرين تسعة بيبدأ في تمام الساعة احداش واربع وخمسين دقيقة مساء يعني بعد منتصف الليل بتوقيت الاردن وبيستمر حتى يوم الثلاثاء واحد وعشرين تسعة حتى تمام ساعة ثلاثة واثنعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني ساعة ستة وربع بتوقيت الاردن بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل يعني تقريبا بلاش يكتمل القمر ولكنه ناقص شوي عمره ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة ثلاثة واردن وعشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيصير أربعة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء طبعا هي راح تظل لغاية يوم اثنين وعشرين تسعة بعدين تنتقل للميزان منتحسة بنسبة خمسين في المية سبب الانتحاسة هي تقابلها مع نبتن وهي في درجات أساسا بتضعف فيها لأنه مراحل الانتقال القمر في الدلوب بده ينتقل للحوت زي ما حكينا عند منتصف الليل راح يمكث في الحوت لغاية واحد وعشرين تسعة هو سعيد بنسبة خمسين في المية اليوم هو بتقلب ما بين أربعين خمس وخمسين ستين برجع خمسين هي كيف هو خط الوسط خمسين عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة بعدين ببدأ عملية التراجع في نفس برج الميزان هو سعيد الآن بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشرة منتحسة بنسبة أربعين في المية السبب أنها هي بتشكل أول إشي زاوية تقابل مع أورانوس وزاوية تربيع مع زحل فعشان هيك بتضعف بشكل كبير طاقتها فبتصير منتحسة المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة هو سعيد بنسبة تقريبا خمس واربعين في المية السبب أنه هو في درجة قوية بالنسبة لألو واثنين بشكل زاوية تثليث ما بينه وبين زحل ما في أي زواية سلبية بشكلها فهذا تعطيه سعودة المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعش عشرة هو منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم ثمنتعش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما انه موجود في برج الحمل في مراحل الانتقال طبعا الان بلشتوا تشعروا انه في نوع من انواع الضغط اللي بيأثر عليكم في الفترة هاي مش شوي هيك بتحسوا انه طاقتكم ضعيفة ممكن هيك تشعر انه التعب بنال منكم رغبتكم في انجاز مشاغلكم بتصير مش هيك يعني بتصير ما عندك طاقة لهاي الامور اهم اشي انكم تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري وحاولوا انكم تخلدوا للراحة انتوا في اضعف واقل ايام الشهر حظا اهم اشي انكم ما تراهنوا على الحظوظ ابدا حاولوا انكم ما تحسموا امر ممكن يتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع انه يكون فيه نوع من انواع الفوضى والتأخير والخسارة طبعا بسبب سعادة القمر اللي الموجودة في بيت المتاعب عندك واللي هو ضايله بكرة تقريبا ببلش ينتقل عندك يعني ضايل بكرة اه ممكن تحظى بمساعدة تيجيك هيكي من شخص معين يساندك في امر معين اه يعني هاي شوي بتخفف عليك الضغط وممكن تتجاوز مخاوف مائل هاي اساس او اشي يطمنك او تشعر بتحسن بشيء معين الشمس بما انها في البيت السادس منتحسة هي اللي بتضغط عليك صحيا او على بعض موليد برج الحمل بشعروا انه الصحة عندهم يعني مش مزبوطة شوية بتتقلب هيك طبعا ما فيه مخاطر كثيرة اه ممكن شوية يكون فيه بعض المشاكل على مستوى العمل او اعمالك اليومية انها ما تمشي بشكل سهل احذروا بس من الخلافات ما بينكوا بين زملائكوا وفي نفس اللحظة اللي بشعر باي توعوكات صحية واللي عندهم امراض مزمنة يراجعوا الطبيب الزهرة بما انها في البيت الثامن منتحسة ممكن تبالغ في ملذاتك الحسية وهذا شوي ممكن يعرضك للوشاية او غيرة خصومك عطارد في البيت السابع سعيد بتكون علاقاتك مع زوجتك او مع شركائك مرضية ممكن يعطيها هيك نوع من انواع العطف والمودة هاي فترة لا يعني او مناسبة لتسويت الخلافات والنزاعات اما بالنسبة للمريخ اللي برضو موجود في البيت السابع بعطيه نوع من انواع انه افكارك ومشاريعك ممكن تتلقى استحسان من طرف زوجتك او شركائك ممكن تبادر ببعض الامور بتلاقي عندك جراءة جيدة بالفترة هاي ممكن تبادر لامور الها علاقة بالارتباط او بعضكم او تطوير علاقة عاطفية لرتبة زواج او بتحثوا بعض المقربين للكم للارتباط بالفترة هاي برج الثور طبعا النشاط الان بلش يصير يعني يأثر عليكم اكثر اليوم رح تنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم اليوم تقدروا انكوا تحققوا امني بمساعدة احدهم او بمساعدة احد الاصدقاء حاول انك تطلب المساعدة وحاول انك ما تتردد برضو انك انت تقدم المساعدة لا زملائك اصدقائك جيرانك ممكن حاول انك ما تبقى وحيد برضو حاول انك تخرج للقاء الناس وحاول تنجز كل الاعمال الضرورية والمهمة قبل ما يوصل القمر للحمل للي هو بيت متعبة طبعا اليوم بما انه القمر سعيد فعلاقاتك بالصداقة بتكون جيدة بسودها نوع من انواع التقدير والثقة المتبادلة عطارد بما انه في البيت السادس ممكن شوي تحس انه اليوم اعمالك ممتعة او تزيد حيويتك وصحتك بشكل اكبر المريخ بيدعمك بشكل قوي في هذه الامور بيخليك مغامر عندك روح المبادرة ممكن انك تقوم برضو بمبادرة مهمة وتستفيد منها وبتتمتع برضو بحيوية عالية جدا الشوي هو اللي منحذر منه اللي هو الشمس لانها منتحسة صحيح في البيت الخامس من المفروض انها بتدعمك بشكل قوي ولكنها بتعمل نوع من انواع التوتر بالعلاقات العاطفية وهذا ممكن يضر بنجاحك الشخصي ويسبب لك هيك يعني نوع من انواع المبالغات في المعاملات المالية فعشان هيك بنصحك انك تتجنب المعاملات المالية بالفترة هاي طبعا بالنسبة للزهرة بما انها برضو منتحسة فهاي بتخليك انك تحب المديح اكثر والاطراء اكثر وهذا ممكن يخلي شوي انك ما تكون مخلص كثير في عواطفك في هاي الفترة برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل حاول انك تقدم افضل ما لديك انه ممكن اليوم انك تحقق انجاز او تحرص تقدم وممكن نوع من انواع المديح او ترقية معينة حاول انك شوي تنتبه لانه ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية لانه شوي هاي فيها نوع من انواع الصعوبة لما بكون القمر في هذا البيت ممكن شوي بساعات القمر تحظى بشعبية وتكون اعمالك كلها سهلة وميسرة اليوم اهم اش انك تبادر في هاي الامور وممكن تحقق نجاح شخصي الزهرة بما انها في البيت السادس لا اليك بتخلي شوي هيك انه رغم انك انت بتظاهر بالمحبة الا انه مودتك بتنقصها الحرارة السبب انه الزهرة منتحة سيحذروا من الخلافات برضو في مكان العمل او بعلاقاتكم مع زملائكم او رؤسائكم بالعمل او ممكن انه تتراكم عندك بعض الاعمال الشمس بتعمل الجو زي ما حكينا الجو العائلي انه يكون متوتر شوي حاول انك يعني تنتبه لانه ممكن تكون مرغم على بذل جهود مضاعفة ومستمرة عشان شوي تحاول انك تكسب بعض الرضا عطارد في البيت الخامس سعيد وهاي بميزة جيدة على المستوى العاطفي فممكن الفترة هاي تعرف لقاءاتك نوع من انواع المتعة وبكون لها اثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي اوقات ممتعة وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري او ادبي بما انه حكينا انه الزهرة بتخليك شوي تنقصها الحرارة العواطف وهنا عطارد غير الفكرة شوي يعني هنا بدك تنتبه لانه عطارد هو اللي بعطي التأثير العاطفي الاقوى في هاي المرحلة معناته اللي بكون عندهم ضعف في العواطف هم ميقلة من موليد برج الجوزة المريغ في البيت الخامس برضو سعيد فدعم كلام عطارد او اثار عطارد فهاي بتعطيك انه بزيد حبك للحياة وعزمك بالفترة هاي الا انه الامور المنزلية والعائلية الطارئة هي اللي ممكن تأثر عليك طبعا حاول انك انت توازن بين الامور والاجواء ان شاء الله بتكون داعملة اليك برج السرطان طبعا هذا يوم مناسب جدا لكل اشي الو علاقة بالمسافات البعيدة السفر تنقلات ممكن تنجحوا بسفر بعيد معاملات امور قضائية اللي اتصالات لبعيدة وممكن ترغبوا بالتفاهم مع احباكم اهم شي انك ما ترتجل اي عمل خلال هذا اليوم او حاول انك ما تستخف بالواجبات لانه الاضواء ممكن تكون مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة صحيح ايجابية ودعملة اليك والقمر بدعمك بشكل كبير وبعزز امور الها علاقة بالسفر والقيام بالمشاريع الكبيرة وهي جيدة برضو ممكن تحقق من خلالها انجازات ممتازة الشمس اللي موجود في البيت الثالث وزي ما حكينا منتحسة ممكن تخليك شوية ميل للتبذير او لتبذير طاقتك تحديدا وجهودك بسبب تغييرك الدائم لتوجهاتك واهدافك يعني بتكون متقلب بالمزاج بشكل كبير فعشان هيك بدك تحذر من هاي النقطة عطارد اللي في البيت الرابع طبعا وبركز على امور الها علاقة بالبيت هو والمريخ فاليوم ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك هاي فترة مناسبة لتغيير محل الاقامة للي بيحبوا انهم يغيروا سكنهم او يسافروا او القيام بمشاريع بتتعلق بمنزلك زي ديكور او تجهيزات المريخ بيزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلي وبكون لك نوع من النوع المكاني وكلمتك بتكون مسموعة الزهرة اللي موجودة في البيت الخامس اللي شوي بتعمل تقلب عندك بالعواطف فبتخلي عواطفك وجاذبيتك مفرطة جدا فممكن تفعل اي شيء لاجل المتعة فعشان هيك حاول انك تنتبه من الخطأ وحاول انك ما تخلي الزهرة تغرر فيك وفي نفس اللحظة لانها بتشكل زاوية مع اورانوس وزاوية مع زحل زي ما حكينا العلاقات الضعيفة عند موليد السرطان عندها يعني جاهزية انها تنفصل دون رجعة بالفترة هاي برج الاسد طبعا القمر تحرك وصار في البيت الثامن فعشان هيك اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ولكن بتكو تنتبهوا ان صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية بتكو تديروا بالك وتحاذروا من الاهمال وخصوصا اهمال نقاط ادارية او قانونية انت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج امور مالية او ارثية او تنشغل بتخليص معاملات رسمية اهم اشي انك ما تتذمر طبعا بما ان القمر سعيد فهذا بخلي برضو ازدياد عالي جدا عندك باهتمامك بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية او الاشخاص اللي لهم ارتباط في هاي الامور عطارد في البيت الثالث سعيد والمريخ برضو في البيت الثالث سعيد فهي فترة مهمة للقيام بتنقلات وسفريات ودراسات وعمل والمشاركة في لقاءات او ندوات فكرية المريخ بيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح في الدراسات والمبارايات خصوصا للاشخاص الرياضيين الشمس في البيت الثاني منتحسة وهي بتخلي شوي عند بعض موليد الاسد انه يزيد طمعهم ورغبتهم في نيل الارباح اكثر من الشيء الطبيعي بالفترة هاي بدهم يحاولوا انهم يمسكوها حالهم وما يخلوا هاي الشيء السلبي هذا يسيطر عليهم ممكن تتعرض لصعوبة مالية بالفترة هاي اذا ما انتبهت بشكل جيد طبعا الزهرة بما انها في البيت الرابع منتحسة فاي بتخليك متقلب الاطوار وغير مستقر وما بتحسن اختيار شركائك وخصوصا برضو بتعمل نوع من انواع الخلافات او سوء التفاهم ما بينك وبين بعض افراد العائلة يعني بتخلي فيه خلافات منزلية او عائلية او تتقلب بتقلب مزاجك بشكل كبير على مستوى البيت برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر صار مقابلهم تماما فهاي شوي بتسحب من طاقتكم فبتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وهي الفترة شوي بكون فيها نوع من انواع الصعوبة ممكن اتعرضك لمواجهة قانونية او عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلافات والتوتر بدك تحاذر المشاكل على انواعها لانها هي تعتبر من الفترات السلبية جدا بما ان القمر سعيد فهاي من ناحية العلاقات الزوجية والعائلية منقول انها ممتازة او مع الشركاء ممكن يصير في نوع من انواع الانسجام والتوافق ولكن زي ما حكينا بدك تبعد عن المشاكل قدر الامكان او سوء تفاهم وتنتبه لصحتك من بعض التقلبات طبعا الشمس بما انها في البيت الاول موجودة عندك ومنتحسة فهاي شوي ممكن تضر بمقاومتك الجسدية وبتجعلك خجول ومتردد وقليل الطموح في بعض الاوقات يعني ممكن طموحتك المالية يصيبها بعض الاضطراب بالفترة هاي او نوع من انواع التقلب بالنسبة للزهرة بما انها في بيتك الثالث فهاي بتخلي شوي في نوع من انواع التقلب عندك لانها منتحسة وممكن تبدل من عواطفك وهاي بتجعل بعض موليد برج العذراء يتلاعبوا بقلوب الاشخاص اللي بيحبوهم اما بالنسبة لعطارد بما انه سعيد هو والمريخ وموجودين في البيت الثاني فممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك وتحصل على ارباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية اما بالنسبة للمريخ طبعا هاي بتعطيك يعني نوع من انواع الدعم والطاقة والجراءة اللي بتحسن من وضعيتك المالية بشكل جيد برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم عندكم وحاولوا انكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من اعمالكم المهمة وتنتبهوا لصحتكم هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بدهم يمارسوا نشاط بدني او رياضة او حركة ممكن تشتكي من بعض الارهاق بسبب كثرة الضغوط اهم اشي انك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت احاول انك تراعي ظروفك الصحية واطلب المساعدة من الزملاء اذا دعت الحاج بالنسبة لهذا الموضوع هاي فترة مهمة جدا وحاول انك تهتم بسلامتك الجسدية طبعا ساعات القمر بتخليك تتمتع بصحة والحيوية وهي هنا يعني عززت انه اذا كان في نوع من انواع التعب الجسدي بكون سريع وسهل العلاج ممكن تجد سهولة في تطبيق اعمالك الروتينية او المنزلية اذا التزمت بالاشياء اللي احنا ذكرناها الشمس بما انها في بيت المتاعب ومنتحسة فممكن شوي تخليك هيك تشعر بنوع من انواع صعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية يستحسن تجنب النزاعات والخلافات لانه انت شوي هيك عدائي زيادة عن اللزوم بالفترة هاي وهذا بخالف طبيعتك عطار دول مريخ اللي موجودين في البيت الاول عندك وهدولا سعيدات اتنين فممكن تتمكن من انجاز بعض الاعمال المهمة وتجد سهولة في متابعة دراستك المريخ بزيد من ثقتك بنفسك وشجعتك وحيويتك وبساعدك في تحقيق اهدافك الشخصية اما بالنسبة للمشكلة اللي موجودة من الزهرة فهاي شوي لانها منتحسة وفي البيت الثاني فبتخلي رغباتك شرهة وممكن تدفعك في طرق مشبوهة فعشان هيك بدك تنتبه وتلجم الامور اللي الوسواس اللي ممكن يشجعك على هذا الامور برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم ايجابي بيبعث على البهجة والانشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكق حضر بشكل جيد لعملك حاول انك ما ترتجل اي امر هاي الفترة ممكن تطلق مشاريع جديدة او فكرة جديدة او تتلقها ايجابة او اشارة مهمة ابتسم لانه الحض لجانبك اليوم في كل الامور العاطفية المالية حتى على مستوى العمل برضو الامور جيد هاي فترة حض بتتقوى فيها العلاقات العاطفية وزي ما حكينا انها فترة فيها نوع من انواع الانبساط فحاول انك تستغلها عطارد في البيت الثاني عشر سعيد والمريخ في البيت الثاني عشر سعيد ممكن تجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك وبرضو بتميل للاندفاع بسرعة متخطي كل العقبات بتعطيك جراءة عالية جدا اللي انت تتجاوز كثير من الامور الزهرة لانها في بيتك الاول منتحسة هاي شوي بتخليك طائش في بعض الامور او بعض القرارات متهور رغباتك شريهة وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك الشمس اللي موجودة في البيت 11 هاي بتخلي ومنتحسة بتخليك تعرف نوع من انواع الاضطرابات في علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك وممكن تتعرض لمنافسة مهنية وهاي فترة غير مناسبة للشراكات اللي حابين يعملوا شرغل او شراكة جديدة بدهم يركزوا بكل الامور بشكل جيد قبل التوقيع على اي ورقة برج القوس بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بامكانكم تعزيز الروابط العائلية حاولوا انك تلطفوا من الاجواء تفادي للازمات ممكن تبدل رأيك حول امر عائلي او مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولات واليوم ممكن ترتفع عندك نسبة الحضوض بشكل كبير طبعا بدك تنتبه برضو القمر لانه رح يدعمك على المستوى العائلي فممكن حياتك العائلية تكون جيدة فيها نوع من انواع الراحة والبهجة وتفكر في بعض الامور اللي لها علاقة بالبيت والعائلة او فرحة او مناسبة الزهرة اللي موجودة في البيت الثاني عشر هي اللي ممكن انها تعرضك لبعض المشاكل سببها الغيرة او يعني فضيحة او فسخ علاقة طبعا بدك تنتبه من هاي الامور وخصوصا انه الزهرة بتشكل زاوي مع زحل زاوي مع اورانوس فهاي بتيجي الاشياء بشكل مفاجئ فبدك تنتبه من هاي الامور اللي احنا ذكرناها اللي هي الغيرة والفضيحة وفسخ العلاقات فبدك تكونوا حذرين ودقيقين في كل الامور الشمس اللي موجودة في بيتك العاشر وبرضو في بيت السمعة هاي برضو ممكن تحتاج لبذل جهد اكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ممكن تقف في طريق نجاحك وتحقيق طموحاتك وبما انها الشمس في بيتك العاشر ومنتحسة منقولك لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر ولا تعمل اي شيء مشبوه عطارد والمريخ بما انهم في بيتك الحادية عشر وسعيدات فهاي ممكن تتعرف على اصدقاء جدد او تتلقى اخبار سارة عن اصدقاء بقيمه في مدن بعيدة او في ولايات او في مكان بعيد عنك او تقوم بمشاريع او لقاءات فكرية مع اصدقائك المريخ بيزيد من تأثيرك على اصدقائك ولكن بدك تنتبه انه ما تصل لمرحلة التحكم باصدقائك برج الجديد طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة ممكن تتعززوا العلاقة اليوم مع اخ اوجر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح بطرح موضوع حساس وتقدم على عمل مهم بيلفت النظر والاعجاب طبعا القمر بما انه سعيد في مكانه فعلاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك بشكل قوي ولكن بدك تنتبه انه الشمس اللي موجود في البيت التاسع وهو بيت حليف لإلك ومنتحسة فبدك تتجنب الدخول في مشاريع كبيرة دون تفحصها واستشارة اهل الاختصاص ممكن تعرف صعوبات في علاقاتك وخصوصا مع اشخاص غرباء او اشخاص اجانب عنك القمر زي ما حكينا عطارد والمريخ بيدعموك بشكل قوي لانهم في بيتك العاشر فممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع اشخاص دون نفوذ المريخ بيخليك تتمكن من تحقيق بعض الاهداف المهمة ولكن بدك تنتبه من الزهرة اللي موجودة في البيت الحادية عشر منتحسة فعليك الحذر من اللي بيدعوا صداقاتك وبيحاولوا خداعك بالفترة هاي زي ما حكينا اكثر من مرة دير بالك من النصابين والمحتالين بالفترة هاي برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية او على جائزة حاولوا انكم تبحثوا عن وسائل افضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة هذا اليوم طبعا بالنسبة للقمر بما انها سعيدة فاليوم ممكن تعرف سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على اموال او ارباح ولكن بدك تنتبه برضو انه عندك الشمس اللي هي موجودة في البيت الثامن والليه العلاقة في المال ومنتحس فشريكك او زوجتك الكريمة ممكن يتميل للتبذير او تبذير اموالك وممكن تعرف نوع من انواع الصعوبات مرتبطة بدين او ارث فيه نوع من انواع نقص من الحيوية او في الحيوية عندك عشان هيك ما تهمل الامراض حتى اللي بتظهر بهاي الفترة لانه شوي بدها رعاية طبية الزهرة بما انها في البيت العاشر ومنتحسة هي بتخليك شوي انك تكون اناني وعنيد وخصوصا في علاقاتك وهي ممكن تتعرض لخيبات امل ممكن يضرر نفوذك شوي او سلطتك او ممكن تتعرض لانتقادات في محيطك عطارد والمريخ بيدعموك في البيت التاسع بشكل قوي جدا وهذولا بيخففوا عليك الضغط فهي فترة مناسبة للسفر ولا الدراسات العليا ولا ربط العلاقات والتعامل مع الغرباء او الاجانب المريخ في بيتك التاسع بتميل لتتبع اندفاعاتك وممكن تتخذ قرارات مفاجئة او تقوم بخطوات مهمة في بعضكم ممكن يقرر على السفر بدون سابق انذار او سابق استعداد يعني على طول الخط فجأة بدأ سافر ويسافر او يجي سفر مفاجئ او امور الها علاقة بالاقامة او خبر يجي من بعيد او شخص خارج البلاد يجي بشكل مفاجئ برج الحوت طبعا القمر بما انه وصل لعندكم فاليوم رح تبدأوا فترة ايجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم ممكن تعزز معنوياتك من جديد وتتحمس للمبادرة ولا ادخال تعديلات على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك يعني ممكن برضو تنتظرك مفاجئة او خبر سار او الاستعداد لورشة جديدة تعتبر من افضل ايام الشهر وخصوصا انه القمر سعيد فممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي طبعا بدك تنتبه من الزهرة اللي موجودة في البيت التاسع عندك وهي منتحسة فممكن تدخل لمغامرة عاطفية بتلحقك منها اضرار خصوصا مع اشخاص او مع شخص غريب او اجنبي عنك او في مكان مؤسسة تعليمية ممكن تعرف صعوبات يعني تحول دون تحقيق مشاريعك بسبب انتحاسة الزهرة اللي شوي يعني مش وقتها المناسب الشمس اللي موجودي في البيت السابع بيت الشراكة فهاي بتعمل اضطرابات في علاقاتك الزوجية او مع الشركاء بسبب انانية الطرف الآخر او بسبب مسألة الاعتبار الذاتي انه يكون يعني مغرور في نفسه ويتخذ قرارات بشكل ارتجالي او انه يقلل من مكانتك ووجودك فيعني يستثنيك من قراراته ممكن تجد صعوبة في اقرار وجهة نظرك او اثبات وجهة نظرك او انك انت ادافع عن نفسك عطارد والمريخ لانهم في البيت الثامن فهدولا ايجابيات في مسائل الها علاقة في الامور المالية فممكن تجد حلول سريعة للتخلص من الديون او النفقات المالية بسبب دعم مفاجئ والمريخ برضو اللي في البيت الثامن بتميل لقبول التحديات من اجل اثبات قدراتك بدعمك بشكل كبير ولكن بدك تحذر من العصبية اهم شيء طبعا قبل ما نختم الحلقة منحب نشكر الاخت اللي انتسبت معنا في القناة لانه اشارة الانتساب صارت موجودة في اغلب الدول في دول لسه ما ظهرت عندها هي بتيجي جنب زر الاشتراك كلمة اسمها الانتساب او بالانجليزي بتكون هاي من خلالها بتقدر تشتغل تشترك بالقناة بمبلغ رمزي او مبلغ كبير انتي على حسب ما بدك والانتساب له ميزات ما بين حلقات رح تنبث خصيصا للمنتسبين وما بين شيء تعليمي رح يكون للمنتسبين في الايام اللي جاية وبرضو لهم حقية الجواب على اي سؤال هم بسألوا والتواصل معي على الخاص في النهاية قبل ما نختم الحلقة كل اللي حكنا هذا والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء